بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وهذا للسوديو التحليلي في حدث رياضي مهم جدا النهاردة النادي الأهلي بيشارك قوات الدفاع الجوي في الاحتفال الثلاثة وخمسين يمكن حدث رياضي اجتماعي لدور مهم جدا النادي الأهلي بيقوم به في السنوات الأخيرة السنة الماضية يمكن شارك النادي الأهلي قوات الدفاع الجوي في احتفالية الثلاثة وخمسين والسنة احتفالية الثلاثة وخمسين دور مجتمعي مهم جدا للنادي الأهلي ودور وطني أيضا مهم جدا للنادي الأهلي المشاركة مع كل مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي النهاردة مباراة ودية ما بين النادي الأهلي ما بين فرق من قطاع الناشرئين 2003-2005-2006 نقدر نقول فريل أمل الفريل ده اللي ممكن الفترة اللي جاية بإذن الله يعتمد عليه الفريل أول في استكمال باقي المباريات والاعتماد العدد من اللاعبين في الفترة اللي جاية بالإضافة إلى ذلك هتكون هذه المباراة الودية مع قوات الدفاع الجوي وبنسبة احتفالها رقم 53 المباراة تتلعب على استاد الدفاع الجوي إن شاء الله الساعة الخامسة مساء وعلى مدار الساعة اللي قبل انطلاق هذه المباراة إن شاء الله هنكون معكم في تغطية خاصة لهذه المباراة الودية اللي فيها مشاركة لعدد كبير جدا من لعبي قطاع الناشئين في ظل طبعا الفترة الحالية الفريل أول بالتأكيد أجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا وبعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي واحتفالات مهمة جدا على مدار هذا الأسبوع بالإضافة إلى انضمام عدد كبير جدا من اللعاب النادي الأهلي سواء للمنتخب الأول اللي بيستعد المباراة والدية أمام جنوب السودان غدا أو حتى المنتخب الأولمبي اللي سافر إلى المغرب بسلامة الله استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس تحت 23 سنة كلنا عارفين الدور الوطني والدور المجتمعي اللي بيقوم بالنادي الأهلي للمشاركة مع كل مؤسسات الدولة في كل الاحتفالات وفي كل المناسبات خلال السنوات الأخيرة ولكن النهاردة دور وطني مهم جدا النادي الأهلي بيشارك قوات الدفاع الجوي في الاحتفالية رقم 53 كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم الأهلي ونجم القرى المصرية النهاردة متواجد وبيشارك قوات الدفاع الجوي في هذه الاحتفالية وفي هذه المناسبة الخاصة جدا بالإضافة إلى ذلك كمان هيكون موجود عشان يتفرج ويتابع فريق الأمل وده يبقى شيء مهم جدا بالنسبة لللاعبين خلال الفترة اللي جاية في ظل المتابعة وبس المباراة على شاشة طاقنات الأهلي كل واحد بالتأكيد الفترة اللي جاية عايز يقدم كل ما لديه عشان يتواجد في فريق النادي الأهلي النهاردة اتوجهت الدعوة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي للحضور والمشاركة في احتفالات قوات الدفاع الجوي وهذه المباراة التي تقام بإذن الله على استاد الدفاع الجوي العام الماضي كانت مباراة إيجابية كانت مباراة حلوة كانت فيها مناسبة تاريخية الأهلي شارك وظهر بشكل كويس جدا وأيضا كان فيها مناسبة تاريخية أنك تكون متواجد مع قوات الدفاع الجوي وكل مؤسسات الدولة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة النهاردة كمان النادي الأهلي بيشارك ويمكن حجم المتابعة والمشاهدة المرادة هيبقى أكتر بكتير من السنوات اللي فاتت في ظل أن الأهل بطل إفريقيا والكل عنده شغف كده أنه هو يتابع ويتفرج على لعبة النادي الأهلي وعلى أداء فريق النادي الأهلي. النهاردة فرصة عظيمة جدا. نحن نتفرج على مجموعة من الشباب الصاعدين الواعدين خلال الفترة اللي جاي عشان نطمئن على مستوى الأمل وفريق الأمل خلال الفترة اللي جاية. اللي ممكن يقدموه مع فريق الدرجة الأولى في الفترة اللي جاية. النهاردة كمان هذا الفريق هيقوده الكابتن محمد شرف المدير الفني لفريق الألفين وثلاثة عامل كده مجموعة من لعبي قطاع الناشئين عشان نقدر نشوف النهاردة مجموعة جيدة. السنة اللي فاتت لما تفرجنا فاكرين زياد طارق فاكرين محمد أشرف ظهروا من خلال هذه المباراة الودية اللي كانت ما بين الأهلي وقوات الدفاع الجو النهاردة كمان ممكن نشوف مجموعة من اللاعبين الصاعدين اللي بالتأكيد لما ينزلوا ويشاركوا في هذه المباراة في وجود الكابتن محمود الخطيب أكيد هيبقى شيء إيجابي جدا عشان يطلعوا أفضل ما لديهم. الجانب الآخر وده جانب مهم جدا النهاردة النادي الأهلي لما يكون موجود مع المؤسسة العسكرية في هذا الحدث الرياضي المهم ده اندل على شيء بيدل على دور النادي الأهلي. النادي الأهلي مش دوره رياضي فقط. لا ولكن الدور الرياضي ده مهم جدا إنك تلعب بيه كمان في المجتمع بتشارك في أمور مجتمعية مهمة جدا في الفترات الأخيرة وكمان بتشارك في دور مؤسسي مهم جدا مع مؤسسات الدولة وأحد أهم مؤسسات الدولة المؤسسة العسكرية إنك تتواجد النهاردة وإنك تشارك ده دور النادي الأهلي. لأنه قلنا مئة مرة قبل كده يا جماعة الدور مبقاش دور رياضي فقط. الدور مجتمعي الدور وطني. الدور اللي انت تكون موجود مع كل مؤسسات الدولة في كل المناسبات في الفترات الأخيرة والدور كمان انك مش بتشارك بس على المستوى الرياضي من خلال جميع الفرق الرياضية. لا كمان على المستوى الرسمي وعلى مستوى المسؤولين حضور الندوات التسقفية حضور المؤسسات أو حضور الندوات الاجتماعية اللي ممكن بتتم في الفترات الأخيرة. ولما بيكون في حدث رياضي مهم زي ده. لازم تشارك من خلال الفرق الرياضية. سواء على مستوى قرة القدم أو حتى على مستوى الألعاب الأخرى سواء السلة أو الطائرة أو اليد كل الألعاب الرياضية أكيد بيبقى لها دور مهم جدا أنها تتواجد في هذا الحدث الرياضي وإحنا بالتأكيد بما أننا بنحتفل به حدث مهم جدا بالنسبة للمؤسسة العسكرية بيبقى شرف ما بعضه شرف التواجد في هذا الحدث الكبير جدا والاحتفال ب53 سنة لقوات الدفاع الجول عموما في تفاصيل كتيرة والنهاردة المباراة بالتأكيد تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة جدا ويكون معنا كمان شبكة مراسلين من استاد الدفاع الجو عشان نعرف كل الأجواء وكل الأخبار المتعلقة بهذه المباراة اللي من قبل مبدأ للسجل التحليلي شايف اهتمام كبير جدا من جماهير النادي الأهلي أنه خلاص بعد الفوز بدورة أبطال إفريقيا الناس مستنية أي حدث رياضي لفريق الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية النهاردة مهم جدا التواجد مع مجموعة صفوة من لعب قطاع الناشئين عشان نتفرج ونشوف مين اللي هيكون من نجوم الصف الأول خلال الفترة اللي جاية كل دو أكتر ولكن بعد الفاصل لما ينضم لي اتنين من كبار الضيوف اللي هيكلموا النهاردة في أمور تحليل فنية مهمة جدا هيكون معايا الكابتن محمد حشيش وهيكون معايا كمان دكتور أحمد سابت المحلل الفن عشان نتكلم مع بعض على هذه المباراة الودية سواء قبل المباراة والتشكيل اللي ممكن نشوفه من خلال اختيارات الكابتن محمد شرف وكمان هنتابع هذا الحدث والاحتفالية اللي بتقام اليوم على سادي الدفاع الجوي واحتفال مع قوات الدفاع الجوي كل ده ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر